طلاب الصف السابع إن شاء الله بهذا الفيديو رح نحل أسئلة الفصل صفحة 84 و85 وهيك منكون خلصنا من الفصل الأول بالوحدة الثانية إن شاء الله عشان نبدأ بالفصل اللي بعده واللي هو انتقال الحرارة أسئلتنا كتير سهلة وردت معنا بكل شرح الدروس ياريت نتبع مع بعض عشان نحلها طبعا أنا بفضل حلها على الكتاب لأنه كلها عبارة عن رسمات موجودة على الكتاب وعبارة عن تشارت زي ما أنتوا شايفين هم موجودين عنا فما بنا نتغلب ونقولهم على الدفتر رح نحلهم مع بعض على الكتاب السؤال الأول عم بقولك ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يلي العملية التي ينتقل فيها الماء من حالة صلبة إلى سائلة كلياتنا عنفنا إنه لما بنتحول عندي من صلب إلى سائل فهو يقصد به الجواب دال اللي هو الانصهار طبعا أنا نحلت لكم يوم عشان تشوفوا الحلول وتنقلوهم عندكم تينين عند إضافة ملح الطعام إلى الماء خلينا شوف مين من هاي العبارات هي الصحيحة هل تزداد درجة التجمد أم تقل درجة الغليان أم تقل درجة تجمد الماء أم تبقى درجة الغليان ثابتة ضفنا ملح الطعام إلى الماء إذن الجواب رح تشوفوا إنه هو باع تقل درجة التجمد هذا حكنا بالفيديو السابق إنه الماء الطبيعي درجة تجمده صفر فأنا لما أروح أضيف عندي ملح أو سكر أو أي مادة وبالذات الملح إلى الماء درجة التجمد رح تقل ما رح تضلها صفر رح تقل عن الصفر رح تصير بالسالب أكتر أي العبارات الآتية صحيحة يحدث التبخر من جميع أجزاء السائل طبعا هاي العبارة خاطئة لأنه إحنا حكينا التبخر بيحدث فقط من سطح السائل لأنه هاي الجزائيات بتكون قادرة على الإفلال ولا يقل التبخر بزيادة درجة الحرارة هل معقول أنا كل ما زدت درجة الحرارة التبخر رح يقل لا هذا عامل الحرارة مع التبخر أصلا عامل علاقة طردية بيعمل معه أنا كل ما زدت الحرارة رح يزيد التبخر وليس يقل جيم يحدث الغليان عن درجة حرارة محددة وهذا أكيد شي طبيعي حكينا إنه الغليان فيه درجة معينة سميناها درجة الغليان اللي هي بتبلش تظهر فيها عندي الفقعات دال توجد المادة الحالتين غازية وصلب عند درجة الغليان طبعا لا لأنه عند درجة الغليان بتكون المادة بحالتين اللي هم غازية وسائلة وليست صلبة إذن العبارة الصحيحة هي العبارة جيم إذن الإجابات واحد جوابها دال تنين جوابها باء وثلاثة جوابها جيم زي ما أنتوا شايفين سؤال الثاني بقولك هب أنك وضعت ثلاث مواد نقية ألف باجيم في أوعية محكمة الإغلاق في داخل فرن حراري إذن أنا حطيت هاي المواد في فرن درجة حرارته 150 مدى من الزمن كانت درجات الانصهار والغليان كالتالي رح أرجع أذكرك أنه الانصهار تحول من حالة صلبة إلى سائلة أما الغليان من سائلة إلى غازية هلأ هو رح يسألني معلومات عن شغلات معينة يعني ما رح يسألني عن الانصهار والغليان مع بعض أيلك أدرس الجدول 5 إلى 6 زي ما أنتوا شايفين المادة ألف انصهارها عند 20 باء انصهارها عند صفر جيم انصهارها عند 220 غليان ألف مثلا عن 150 غليان باء عند 100 وغليان جيم عن 370 ما حالة المواد ألف باجيم داخل الفرن إذا من نيجي نحكي الفرن درجة حرارته تعطينا إياها بالسؤال اللي هي 150 سلسيوس فإذا ألف بما أنها رح تنصهر عند 20 فإذا هي إيش؟ في الحالة سائلة أكيد لأنه يعني 20 بتنصهر كانت صلبة عند 20 تحولت إلى سائلة فما بالك لما توصل إلى 150 رح تكون سائلة بس بنفس الوقت 150 هي درجة غليانها فإذا رح تكون سائل وغاز لأنه عند 150 رح تكون لدرجة الفرن بلشت تغلي يعني هي انصهرت لوصلت للعشرين من صلبة إلى سائلة انصهرت ثم لما وصلت إلى 150 اللي هي درجة الفرن بدأت تتحول إلى غاز اللي هي درجة الغليان فإحنا نتفق أن عند درجة الغليان بيكون في الحالة السائلة والغازية معا إذن ألف زي ما أنتوا شايفين الجواب هي بالحالة السائلة والغازية لو نيجي لبع بع درجة انسهارة صفر فأكيد انصهرت وخلصت درجة غليانها 100 لما أحطها في 150 إذن هي غليت وخلصت كمان فإذن هي انصهرت ثم بعد ذلك غليت لما وصلت إلى 150 درجة الفرن لأنه أصلا هي غليانها عن 100 فلما وصلت إلى 150 في الفرن درجة حرارة 150 إذن أكيد غليت وصارت اللي هي في الحالة الغازية جيم انصهارها عند 220 والفرن 150 فإذن مستخيلة تكون لسا وصلت لدرجة انصهار فإذن حتظلها بالحالة الصلبة تبعيتها اللي هي لسا عليها لأنه لو درجة الفرن أعلى من 220 درجة انصهارها بتتحول لكن الفرن أقل من درجة انصهارها إذن ما زالت لسا عندي إياها في الحالة الصلبة إذن ألف في الحالة السائلة والغازية با في الحالة الغازية وجيم بالحالة الصلبة عم بيسألنا في با عم بيقولنا إذا أخرجنا المواد الثلاث من الفرن مدة كافية يعني هلأ هم بالفرن إحنا عرفنا أنهم ألف سائل وغاز وبا غاز وجيم ضلت صلبة وإحنا طلقناهم على درجة حرارة الجو العادي اللي هو 27 شو حالة كل مادة رح أجي أشوف عند 27 المادة ألف بما أنه هي انصهارها زي ما أنتوا شايفين بالجدول 20 ودرجة حرارة الغرفة 27 إذن أكيد رح تضلها إيش سائلة فإذن ألف هي ما زالت سائلة ما تحولت لغازية طبعا لأنه لسا الغليان عن 150 أنا عم بحكي عن درجة الغرفة اللي هي 27 بالنسبة عندي لبا درجة الحرارة 27 لأجي أنا أحطها في درجة 27 أنا بس أطولها من الفرن تمام الفرن 150 هي كانت غاز لأجي أطولها أحطها لدرجة حرارة أقل من درجة حرارة الفرن إذن بطلت غازية هي رجعت عندي في الحالة السائلة أما بالنسبة عندي للمادة جين فهي أصلا من البداية ما كانت في الفرن صلبة ولأطلعها لـ 27 رح تظلها صلبة لا رح تتحول لسائلة لأنه تحولها للسائل 220 ولا رح تتحول لغاز لأنه تحولها للغاز على 370 أنا قاعدة عم بحكي عن 27 إذن رح تظلها صلبة إذن الأجوبة ألف رح تكون سائلة بسائلة واجيم صلبة سؤال ثلاثة بيتحدث عندي يا شباب عن المقارنة بين التبخر والغليان اللي هو حكيناه في فيديو سابق اللي هو الفرق ما بين التبخر والغليان حكينا أنه التنين في لهم أشياء مشتركة زي بعض وفي أشياء أشياء مختلف حاطت لكم اللي هي رسمة عندي عشان نحط المنطقة التقاطع بالنصف هم الأشياء اللي بتشابهوا فيها أما اللي بيختلفوا فيها اللي هي للتبخر والغليان كل واحدة خصائصها بتخصها نيجي لألف لما أجي أحكي التحولات اللي تطرق على المادة شو التحول اللي بتطرق على المادة بالتبخر رح يصير عندي التحول من سائل إلى غاز وبالغليان برضو من سائل إلى غاز إذن التنتين تمام بتشابهوا رح أحطهم في منطقة التقاطع التنتين بتشابهوا في التحولات اللي تطرق عليها التنتين بتحولوا عندي من سائل إلى غاز ما أبدأ أحط تحت هاي لحال وتحت هاي لحال بينهم التنتين بتشابهوا بهاي الشغلة رح أحطها في منطقة اللي هي اللي بينهم المتشابهة با درجة الحرارة التي يحدث عن كل منهما إحنا اتفقنا أن التبخر عند أي درجة حرارة بيبلش يتبخر مجرد ما أعطيت حرارة للسائل بيبلش عندي يتبخر يعني ما إلو درجة تبخر معينة أما الغليان إلو درجة تبخر معينة صفة هنا هاي الصفة مختلفة فورح أحط عندي التبخر درجة غليانه غير عفوا درجة تحوله غير محددة لكن الغليان إلو درجة حرارة معينة ما قدرت أحطه في منطقة التشابه جيم مكان حدوث كل منهما برضو مكان الحدوث بيختلف لأنه اتفقنا أنه التبخر بحدث على سطح السائل اللي هي الدقائق اللي قادرة على الإفلات أما الغليان فهو بحدث في جميع أجزاء السائل إذن برضو هاي النقطة بيختلفوا فيها فبحطها تحت كل واحدة منها اكتساب المادة للحرارة أو فقدانها طبعا إحنا اتفقنا بالتبخر والغليان ما بحدثوا إلا إذا اكتسبوا حرارة فهما بتشابهوا في اكتساب الحرارة إذن الرسمة صارت واضحة عندكم كالتالي منطقة التشابه أنه التنين بتحولوا من سائل إلى غاز وبيكتسبوا حرارة والاختلاف تحت كل منهما أنه التبخر إلو درجة تحول غير محددة أما الغليان درجة حرارة معينة والتبخر بحدث على سطح السائل أما الغليان في جميع أجزاء السائل نيجي عندنا لا اللي هو السؤال الرابع والأخير أدرس الشكل الذي يمثل تغير في حالة المادة باختلاف درجة الحرارة ولحظوا عندي هون درجة الحرارة بدها تبلش تنقص مع الرسم مدام الحرارة عم تنقص إذن أنا عم بتحول تحول عكسي قاعد اللي هو من سائل إلى صلب وبما أنه حاطط لي عندي هون درجة تجمد إذن أكيد هو أكد لي أنه هذه الحرارة عم تنقص إذن بدي تحول من سائل إلى صلب سألني عدة أسئلة على هاي الرسمة ما التغير فيزياء الذي يعبر عنه الرسم البياني هو أصلا محدد لنا شو هو التغير الفيزياء التغير فيزياء اللي الخمس حالات اللي أخذناها اللي هو قاعد عم بحدث عندي تجمد حدد درجة انصهار هاي المادة نبين عندي اللي هي درجة الانصهار رح تيجي تقول لي طب يا مسما إحنا بالرسم هذا تجمد كيف عرفتي انصهار؟ برجع بذكرك في معلومة أخذناها في الفيديو مش السابق اللي قبله لما أخذنا عن الفرق ما بين الانصهار والتجمد أن التنتين درجة حرارة متشابهة يعني درجة الحرارة اللي بتبلش عندي فيها المادة تتحول من حالة صلبة إلى سائلة هي نفس درجة الحرارة تبلش تتحول عندي فيها المادة من سائل إلى صلب تمام؟ فعندي هاي اللي هي درجة الانصهار ودرجة التجمد ثابتة اللي هي قديش درجتها صفر إذن نفس درجة التجمد هي نفس درجة الانصهار بسأل عنها اللي هي صفر تمام؟ اللي هي المادة عندي إياها إذا بدي أبلش أنا آجي فيها انصهار هيها عندي هنا كانت إذا بدنا نجيها هون فهي كانت متجمدة لتوصل الصفر بدأت تبلش إيش؟ تنصها لتتحول لسائل وإذا بدي أجيها عكسيا فرح أقول وهي سائل رح تتجمد بعدين تتحول إلى صلب صفة المنعطف هذا اللي عندي هنا التغير هو بيمثل التجمد اللي هو كمان نفسها درجة الانصهار وهاي المعلومة خليكم متذكرينها فإذن با جوابها درجة صفر درجة الانصهار هي نفسها درجة التجمد مع التغير طبعا في تحول المادة صفحة المادة عن درجة انصهارها هايها درجة الانصهار اللي هي نفسها درجة التجمد لما أقول لك صفحة المادة يعني عم بقصد إنها سائلة ولا صلب إحنا اتفقنا درجة الانصهار أو درجة التجمد أو حتى درجة الغليان أو كل من هاي الدرجات اللي أخذناها بتكون عندها المادة لسه في حالتين اللي هي المرحلة الانتقالية هاي بين الحالتين بتكون عندي لسه المادة بهدول الحالتين فأنا لما أقول درجة التجمد أو درجة الانصهاد لسه عندي هون بتمر في حالة ثبات هذه حالة الثبات اللي هون لسه بتكون المادة تحتوي على حالتين صف حالتها إذا لسه بتكون بالحالتين السائل والصلب شباب ياريت الله يسعدكم كل الأجوبة تنتقل على الكتاب أنا بفضل إنها تكون على الكتاب بهاي الأسئلة وإن شاء الله الحصة القادمة رح نبلش مع بعض في الفصل الثالث من الوحدة الثانية اللي هي طرائق انتقال الحرارة دمتم بخير